أكيد طبعاً القصة دي لها تأثير على الجسم وبالأخص مخ الإنسان إيه التأثير بتاع الدخان سواء بقى من الشيشة أو من السجير على المخ التبر بيوصل للمخ أسرع مادة بتوصل يعني التبر اللي بيتدخن أو النيكوتين اللي بيتدخن بيوصل للمخ أسرع من محد بيأخذ حقنا لأنه بيدخل عرقة على القلب على المخ على طول فالمخ بيحس فجأة بيقمية كبيرة من الحاجات المنبهة والممتعة في نفس الوقت النيكوتين منبه بيخلي واحد يصحصح زي الكافيين اللي في القهوة كده بيخلي الواحد يصحصح وبيعمل متعة يعني بيشتغل أجهاز المتعة في المخ فدوناً عن كل المواد الإدمانية المخ بيعمل حاجتين بينبه مش بيزي بقية المواد الإدمانية بيخلي الواحد يهبط أو أو وبيخلي الواحد يحس بانبساط تمام وتركيز وبيوصل للمخ بسرعة بعد كده على طول المخ بيتخلص منه بسرعة على طول الشخص بيحتاج النافس الثاني واللي بعد واللي بعد ويمكن لو أي حد بيدخني فكر أول يوم دخن فيه حصل صراع بين المخ والرقة أخذ نفس سجارة كح جداً وتعب جداً يعني قال إيه ده لكن في نفس الوقت مخ وفوق حاسب حاجة مختلفة حاجة يعني هذه حقيقة حاجة لطيفة حاجة لطيفة أصبح هنا الصراع اللي الواحد من ثلاثة بيختار الانبساط وبيكمل تاني وتالت لحد ما رئى تبتدي تتعود على الدخان ونوصل لفكرة الدخان المنتظم ترجمة نانسي قنقر